تقريبين wordpress بتخسيري وف asks كله ب prem و شكرا كين تولز الفيس بيلدر وهو يمكنك الإجاب طبعا لنشوفنا الفيديو الأولنا نحن طبعا مهندسين مهماريين فيعني ممكن ما نحتاجوش بس انت ممكن تحط وش العميل جوا ولا حاجة في اي فيلا ولا بتاعه المهم يعني download free open beta بتنزله اوكي بتنزل الادون طبعا ممكن تنزل nightly build بس خليك في stable release ده بيكون احسن يعني بيكون stable اكتر لكن nightly ده بيكون زي يعني بيتا اكتر من البيتا يعني هو اصم بيتا الادون اللي احنا هننزله ده بس هو احتمال يبقى بفلوس لانه نزله already شوية tools اللي نيوك founder nuke الناس اللي بتشتعل على نيوك ممكن ينزله حاجات ظريفة جدا يعني هم منزلين كذا برناميك لكن احنا هنشتغل على face builder بما انه ببلاش على blender كما هو الحال في اغلب البلوجين او الادون بتاعت blender فالمهم هتنزل الادون او keen tools بعد كده هنسطبه على blender install اوكي وبعدين نروح على download هتلاقي keen tools for blender اوكي هتلاقي هنا يعني انت تكتب face builder او keen tools اي ان كان هتلاقيه هنا هتروح دايس علامة صح وبعدين هيقولك انك انت عايز تنزل ال core library اوكي ده لو انت يعني هتلاقي في ال preferences هنا فيه ثلاث زرارة دوس على اول واحد اللي هو install online هروح منزلك ال core library دي عشان فيه شوية حاجات في ال license هو الجاو ده طبعا هنشيل الكيوب الجلبان بتاعنا اللي احنا بنشيله كله مرة هنخش على face builder create new head تمام هتلاقي الراس ايه جت اه وبعدين هنخش نعمل search اوكي بدون net هنختار صورة عحدث شوية وكذا الصورة دي كويسة هتعمل save وبتاعه وكلام ده وبعدين add images طبعا لو انت عندك كذا صورة ممكن تحطوهم مع بعض اوكي فتقريبا كان equalized اوكي نبص كده اوكي ايه الصورة ايه وبعدين هنروح ساحبين من ايه من المناخير كده اوه تمام وبعدين من الطرف ده كده ومن الطرف ده عشان تعمل alignment يعني اول ثلاث نقط لل alignment بعد كده بقى بتبدأ ايه تحط ال respective points على حسب طبعا الصورة يعني خذ بالك بقى وانت شغل مرحلة دي شوية بايه بيبدأ يتعامل بذكاء شوية يعني يحاول ان هو يخمن زاوية الكاميرا بالpins اللي انت بتحطها على حسب features بتاعت الوش ببساطة جدا احنا كل ده real time هتلاقوا ان الوش طلع في يعني اقل من خمس دهايب تقدر انك انت تطلع يعني quality مش وحشة يعني في الوقت ده وطبعا ال wooden شوية كده يعني هي بعيدة ايه ال pin دي يفضل ان ال pins بتاعتك تكون شوية لها معنى يعني ما تكونش pins في الهوى الا في الاواخر بقى حسيت ان انت عايز تعمل tweaking طبعا انت راجل حريف يعني ممكن تزبط من settings زي ما انتو شوفتو add images حتى انت لو عارف sensor width ايش طبس طبعا ما امعرفش هو تصور بكاميرا شكلها ايه فقا فاكس يعني اتزبط كده بحيث ان هي ال features تكون كلها لحد ما مزبطة نفسها نحاول نزبط الده طبعا انت لو في كذا صورة بيبقى اضق كتير لكن اشنا طبعا ما عندناش صورة واحدة بس وعلى فكرة ساعات بتكون كافية يعني اما مش بنحتاج اكتر من كده يعني بقدر الامكان بس كده تقريبا تقريبا جاهز يمكن ال eyebrows شوية ممكن تنزل تحت سنة يعني مش عارف طبعا انا بتعمل بالحس المعماري يعني مفيش خبرة في character calls وغالبا انت بتشتغل في ناحية واحدة قبل من اخير يعني كده او تقريبا وصلنا لي الشكل المطلوب طبعا بيبقى في شوية asymmetrical يعني بس مش لازم تبقى يعني اوكي طبعا شكله فضيع جدا في shaded mode يعني ما تعرفش اذا كان ده مين ده تحسه اوكي اعملنا create texture اوكي بس فطلع شكل فضيع كده طبعا انت مستغرب ايه السواد ده اه ده ببساطة يعني ممكن تتخلص منه انك انت تخلي expand edges عشان يشيل السواد ده بيحاول يشوف اخر pixels ويبدأ يعمل expand ليها يعني زي offset كده فهناعمل create texture تاني اوكي طبعا لو انت حطت كذا صورة errors دي بتقل بس فبيطلع بالشكل ده شفتو عملنا عمر دي طبعا هتلاول profile شوية مختلف لان احنا ما عملنا لوش رفع بس زي ما انتو شوفتو كده في اقل من خمس دقيق طلعت رأس عمر ديب على طول تقدر تطلع رأس اي character بقى بالطريقة دي ايه طبعا ال base mesh نفسها للناس اللي هي بتشتغل animation بقى في characters والكلام ده تقدر انك انت تفتح من هنا يعني الناس بقى اللي بتفهم في الشغل ده يعني اصراحة بلح يعني انا مهندس بعماري فمش فهم ايه يعني ممكن بس هبقى باجتهاد فضيئة طبعا لو انت مصور من كاميرا digital يعني لو انت بترفع رأسك او كده طبعا النتاج بتبقى افضل بكدير وتقدر انك انت تطلع مثلا يعني data من الصورة من الميتا data بتاعتها فبالتالي يعني الموضوع فضيئة طب هل في حل بقى الموضوع texture ده وخصوصا لو هي صورة واحدة فيه طبعا في بلندر فيه اووو اوكي ففيه texture paint انت بتدوس على texture paint فيه زي خد تامة كده تروح واخد clone كده وتبدأ تشتغل يعني تزبط شوية هو طبعا بيعمل reprojection للtexture من النقطة في 3d space على فكرة يعني لو انت كده هتلاقو كأنه كرر الزاوية دي وحطها هنا فبالتالي هو بيعمل reprojection من الزاوية اللي انا بشتغل بيها يعني لو انا عمل كده يعني هتلاقيه خدل من اخير يعني مش بياخد من 2d يعني ما بيعملش cloning 2d لا بيعمل clone من 3d بيبقى محتاج تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه يعني شوية فبتقدر انك انت تعالج الحتة دي في منتظة في الجبهة لا يعني حاولت اختار patch احسن شوية يعني مش لازم في الجبهة بالظبط يعني وكده بقى بتاع تلون يعني انا الصراحة افضل تلون كده الشعر بتاع control و control بيختار المكان يعني control و click بيختار مكان الكيرسر تبدأ تعمل texture بتاعتك ممكن تعمل hair بقى بجد يعني وتزبط حالك يعني انت عندك UV رهيبة تقدر انك انت تزبط اصلا على photoshop او substance painter او ايا كان حاجة resolution بتاعها افضل كمان يعني ده لو انت يعني خلاص اتزا نقت بس انا زي ما انتو شفتو من صورة واحدة بس قدرنا نرفع وش او راس كاملا تقدر طبعا تعملها لاي character انت متخيله يعني وتدخله معاك في الانيميشن زي ما انتو شفتو كده اتمنى يكون الدرس كان مفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته